وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 430 طن مواد غذائية كما تم ضبط قرابة 404 أطنان في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وتم ضبط 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 715 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط قرابة 22 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمحة المحلية